وعلى سيرة التغير الى بالكامل ده عايزين نعرف ايه الجديد فيه موضوع التنسيق ايه اللي يفرق التنسيق السنة دي عن السنين اللي فاتت طيب هو التنسيق اللي قبول في الجامعات والمعاهد العليا السنة دي مش هيختلف كتير عن السنة اللي فاتت او اللي قابلها او اللي قابلها احنا عندنا بالنسبة لطالب السنوية العامة هو قدامه اكتر من تسع منظومات تعليمية مش منظومة واحدة إحنا من 10 سنين كنا بنتكلم في منظومة الجماعات الحكومية والمعهد العليا والجماعات القصة وخلاص دلوقتي إحنا بنتكلم عندنا 9 منظومات تعليمية تعليم عالي في مصر الجانب الأكبر بيروح على الجماعات الحكومية ودول بيتم توزعهم عن طريق تنسيق تنافسي بمعنى المجموع هو الفيصل في قبول هؤلاء الطلاب بالجماعات الحكومية وبالمعهد العليا قواعد التنسيق السنة دي زي ما قلت الحديث هي مش مختلفة عن السنة اللي فاتت استثناءات طفيفة جدا جدا هتسمح بس فكرة إيه إن إحنا تم إلغاء مثلا التوزيع الإقليمي التوزيع الإقليمي ده كان نظام بيحكم القبول في كليات التمريد وفي كليات التربية النوعية ده كان بيعوق قبول طلاب مثلا محافظات بعيدة أصوان مثلا إنه يجي تمريد القاهرة لو مجموعه جايب يعني كان بيحرم طبقة من الطلاب المتفوقين من اللي التحق ببعض التخصصات المطلوبة برضو السوق العمل التربية أو التربية النوعية ولكن عشان التوزيع الجغرافي بيحصل التوزيع الإقليمي غير التوزيع الجغرافي التوزيع الإقليمي ده كان بيربط الطالب تماما بمنطقة اللي ساكن فيها أيها بالضبط ما ينفعل شي يلتحق بمنطقة تانية التوزيع الجغرافي بيسمح للطالب إنه هو يلتحق بمنطقة جغرافية خارج بجمعة منطقة جغرافية خارج منطقته السكنية بس بعد ما تستنزف فرصته في المنطقة اللي هو فيها يعني كان مثلا الطالب المجموعة أعلى ييجي في منطقته جغرافية الطالب المجموعة أقل كان ممكن لو فيه كلية في نفس التخصص بتاخده بمجموعة أقل في خارج المحافظة بتاخده لكن الأقليمي كان بيمنع تماما عشان كده مكتب التنسيق والمجلس الأعلى الجماعات هذا العام قرر إلغاء ما يسمى بالتوزيع الأقليمي كليات التمريد وقاعدت كليات التمريد على مستوى مصر يعني التوزيع الجغرافي ده طبعا شيء بديهي ولكن التوزيع الإقليمي تم إلغاءه آه تم إلغاءه أيضا عندنا اختبارات القدرات ألغيت في كليات الإعلام وده أصبحت كليات الإعلام تاني هتدخل أنا أعتقد أنها هترجع تاني للتنافس بالمجموع يعني مجموعها هترتفع هذا العام عن الأعوام الماضية لأن الأعوام الماضية كان بيستلزم الالتحق بكليات الإعلام أن الطالب يقود اختبارات القدرات وده كان بيقلل فرص الطلاب الناجحين في السنوية العامة أنهم يلتحقوا بيها خاصة برضو أنه كان توزيعها شبه نعرفها حقيقة كليات الإعلام كانت عادة قليل فكانت توزيع بتاعها شبه إقليمي برضو ده أحدث حاجة موجودة في تنسيقها طبعا إحنا عايزين بما أن الفقرة دي احنا مخصصينها لطلاب السنوية العامة وعايزين نساعدهم إن صحيح لحضرتك تقلهم عشان خاطر تساعدهم في كتابة الرغبات طيب قبل ما نكتب الرغبات في حاجة مهمة جدا احنا السوشيال ميديا منتشر فيها دلوقتي في الفترة الحالية وبرضو في قنوات إعلانات فواصل الإعلانية بتنتشر فيها فكرة الدعاية لأكاديميات معاهد كلها في تخصصات مغرية يعني تخصصات زي ما قلت لك من شوية إن في السوق المجتمع مصر بيدور على تخصص يجيب وظيفة هذه الأكاديميات للأسف للأسف جانب كبير منها بيبقى غير معترف به أو غير معادل وبينفاجأ أن الطالب بعد ما بيلتحق به بشهر شهرين يفاجأ أن الشهادة اللي هيحصل عليها ليست لها قيمة أو أن المكان نفسه بيتقفل الوزارة بتده مقضائيا علشان كده أول حاجة مهمة جدا لازم ننتبه لهذا الطالب وولي الأمر هي الرجوع للقائمة المعتمدة من الجامعات والمعاهد الموجودة في مصر طب وهل القائمة دي موجودة ببساطة على الانترنت؟ موجودة على الصفحة الرسمية على فيسبوك الوزارة التعليم العالي على موقع الرسمي للوزارة على قناة اليوتيوب الخاصة بالوزارة الوزارة أتحتها بكذا شكل غير أن هي نشرت في وسائل الإعلام يعني متاحة للجميع لازم ولي الأمر يدخل يشوف هذه القائمة قبل أي شيء إيه الحاجات التانية اللي محتاجين يشوفوها قبل ما يشوفوها؟ تاني حاجة تاني حاجة جزء كبير من طلاب السنوات العامة خاصة اللي هما جايبين مجميع منخافضة تحت الستين في المية دول غالباً هيرشحوا من خلال التنسيق لمعاهد عليا معاهد العليا دي خاصة بمصرفات علشان كده لازم ولي الأمر وهو بيسجل رغبات الطالب طبعاً الطالب لازم أن يسجل 75 رغبة ما ينفعش يعني هو البرنامج هيكبره على أنه يسجل 75 رغبة ففيه طلاب تحت ضغط أنه ما فيش قدامهم حاجة فبيحط أسماء وخلاص أسماء معاهد وخلاص من القائمة عندنا 200 وخمسة معهد هل تقصد بأنه ممكن المعاهد دي تكون غير معتمد؟ لا طلاق المعاهد الموجودة عن طريق على موقع التنسيق الإلكتروني هي معاهد معتمدة بس لازم ولي الأمر أو الطالب يدخل يدوس على تفاصيل المعهد طبعاً هو الوزارة على موقع التنسيق الإلكتروني يتيح للطالب أنه يدخل عبر الرابط أنه يعرف كل تفاصيل المعهد اللي هيلتحق بيه مصرفاته إيه دراسته إيه شهدته إيه كل ما يتعلق بدراسته على مدى الأربع سنوات أو الخمس سنوات حال حسب نظام المعهد علشان كده من الحاجات المهمة جداً قبل ما تسجل رغباتك اعرف المعهد اللي أنت هتكتبه ده تكاليفه هتقدر عليها ولا لأ علشان خاطر بيحصل أنه بعد الطالبة بيرشح ليه بيضيع وقت كتير جداً جداً عشان يعرف يحول منه المكان صحيح فخلاص جاله التنسيق على المعهد اللي هو كتبه في آخر الرغبات على أمل أنه هو ده بعيد أوي عنه فيلاقي نفسه مثلاً تكاليفه عالية مكانه بعيد المهمة برضو أن في الغاية يوم الخميس الجاي فرصة قدام طلاب السنوات العامة اللي هم عندهم مواهب خاصة سواء في الأنشطة الرياضية في الفنون الجميلة الرسم التربية النوعية المسرح الموسيقى هؤلاء الطلاب اللي هم عايزين يدخلوا هذه الكليات اللي فيها بتستلزم مهارات خاصة كليات الفنون الجميلة والتطبيقية والتربية الفنية وتربية المسرح والموسيقى والتربية الرياضية عليهم في هذه الفترة المبادرة بالتسجيل لخالض اختبارات القدرات لأن بعد يوم الخميس بعد يوم الخميس الخميس القادم مش هينفع يخوضوا هذه الاختبارات أوكي يعني هما طلعا فيه يعني آخر فرصة من دلوقت يا جماعة والحد يوم الخميس الجاي لاختبارات القدرات مكتب التنسيق ما بيفتحش اختبارات القدرات بعد إعلان النتيجة مرة أخرتان تماماً اللي خالد اختبارات القدرات ونجح فيها هو لا طبعا اختبار القدرات بيبقى شرط للتقديم في الكليه شرط الكليه مش هتظهر له اصلا على موقع التنسيق إلا لو كان قدى الاختبار إذا قدى الاختبار واكتازه بنجاح ده تالت نقطة مهمة رابع نقطة بقى الترتيب الصحيح للرغبات الترتيب الصحيح للرغبات ده من اهم الحاجات اللي بتقعوا بتعمل مشاكل كتير جدا جدا للطلاب زي ما قلنا في الاول ان التوزيق النظام القبول او النظام التنسيق في مصر هو نظام تنفسي يعني ايه احنا عندنا عدد من الاماكب في جميع الكليات الطلاب بتوع السنوية العامة بيدخلوا يتنفسوا عليها على حسب الاعلى مجموع بيلتحق لغاية لما تغلق الكلية عند العدد اللي هي مطلوب عشان كده اصحاب المجامية العليا دايما بياخدوا الفرص الاكبر في الكليات عشان كده وانت بتسجل رغباتك في لازم ان تنتبه لحاجتين الحاجة الاولى انك انت لما تيجي تكتب انت عايز تدخل مثلا كلية من الكليات كلية الاداب مثلا ما ينفعش تكتب بقى انت مثلا من القاهرة ما ينفعش تكتب القاهرة وعين شمس وحلوان وتقف على كده وتكتب كلية تانية لانك انت كده هتفقد لو انت ما جبتكش القاهرة وعين شمس وحلوان هتفقد الفرصة في انك انت تدخل في التخصص ده تماما انت تكتب جميع الكليات على مستوى مصر في التخصص تقصد جميع المحافظات الكلية اللي هو عز اكتب جميع كلات الأداب لأنه هيبقى قدامك فرصة ترجع مرة تانية من خلال مرحلة اسمها مرحلة تحويلات تقليل اغضرابك يا مرحلة إلكترونية برضو هترجع لمنطقتك الجغرافية حتى لو مطلعتش في نسبة العشرة في المئة اللي هتوتاح للتحويلات هيبقى قدامك فرصة للتحويل الكلية اللي كان جايبة تخصصك قبل كده يعني أنت مش هتبقى خسراً حاجة لو أنت كتبت مثلاً أداب العريش وانت من القاهرة لو جات لك أداب العريش هتبقى قدامك فرصة تيجي مثلاً في انطقل قاهرة الكبرى ما جات لكش فرصة ترجع في أداب هيبقى قدامك فرصة تانية أنك أنت ترجع للكلية اللي جايبة مجموعة بعد إعلان نتيجة التنسير آه أوكي يعني حقيقة تقصد مش مش شرطة تبقى رغبة أولى تانية فإحنا عم بصر أولى للتانية لأ ممكن يبقى من الأول من الرغبة الأولى للرغبة عشرين أداب بس جميع المحافظات بالضبط وكده كده لو مقابلتش في دول حيبقى على طول الرغبة اللي بعدها التخصص التاني أو الكليات هجيبك في المجموع التخصص طريق الترتيب الرغبات ده بيضيع فرص ناس كتيرة أنا عايز أقول حكي ده ممكن ناس وي بتكتب الرغبات دي مثلاً ممكن تكتب كلية مثلاً أداب قاهرة أداب اسكندرية وبعض ديها مثلاً الكليات التانية وبعدين في الآخر بيحط أداب العريش والمهم هو أنت بتكتب الرغبات ضروري جداً بلاش لأن فيه ناس بتروح تسجل الرغبات ناس مش عارف طريقة التسجيل ما قرأش الدليل طبعاً هو فيه دليل إرشادي شامل الوزارة حطها على موقع التنسيق لازم أن تقرأ قبل ما تعملها ما قارتوش أو ما عارتش تقرأ أو حصلت ظروف أنك أنت عايز تسجل بسرعة أرجوك ما تسيبش حد يسجل رغبات هل فيه مكاتب مثلاً بتساعد الطلاب على الموضوع ده؟ لا أهم جداً ما تلجأش للمكاتب الخاصة وزارة التعليم العالي قررت فتح جميع الجامعات معامل الحاسب الآلي بالجامعات فيها موظفين مؤهلين لمساعدة الطالب مجاناً فإنت بدل ما تروح تسجل في مكتب بره تخلي موظف مكتب ومش فاهم مهم لرغبات هيحط لك هو عايز يخلص بسرعة فهو ممكن يحط لك بـ 75 رغبة وخلاص فتفقد فرصك لو أنت مش هتعرف تسجل لوحدك روح معمل الحاسب الآلي في الجامعة موظفين ناس مؤهلين لهذا العمر موظفين مؤهلين لطريقة التسجيل وطريقة الإرشاد وبيقعدوا يسمعوك بالراحة وقولك أنت عايز إيه وبتسجل مرة واثنين وبيطبعو لك كمان قيمة الرغبات كل ده مجاناً طب إيه الأخطاء التانية اللي بيقع فيها الطلاب في تحديد الكليات طيب هو برضو من الأخطاء اللي بيقع فيها الطلاب السنوية العامة بالذات فكرة أنه هو بعد ما بيسجل رغباته غلط أنه هو كتب رغبات لا تتناسب مع مجموعه يعني مثلاً طالب جايب 60% وتلاقيه أمحاطة كليات عالية جداً هو مستحيل تجيله طبعاً إحنا المجتمع المصري طريقته في تسجيل الرغبات هي طريقة تقليدية حاصلنا على المجموع العليا بيسجله كلية القطاع الطبي الأول ثم كلية القطاع كلية النظرية ثم كلية العلوم الإنسانية فأنت ما ينفعش دايماً تبص في المجموعك علشان ما يحصل لكش حاجة اسمها استنفاذ رغبات لو حصل لك عملية استنفاذ رغبات بتتخلف عن الترشيح في المرحلة بتاعتك بتدقل مرحلة تانية عشان تسجل رغبة تانية وبيقى الخيار قدامك واحد بس فأنت ما تضيعش فرصك ليه المرحلة التانية بيبقى الخيار واحد بس؟ لأنه هو المفروض الطالب له فرصة واحدة للتنسيق تقصد كمان أن المرحلة القولة هيكون قرادة أنا أتكلم على سواء المرحلة القولة أو تانية أو تالتة طالب المرحلة التانية مثلاً اللي هو داخل ده طبيعي مش هيجيله طب مش هيجيله هندسة مش هيجيله كليات العلوم مش هيجيله تربية فبلاش تكتبها حتى لو ظهرت لك طبعاً هو البرنامج نفسه مصمم منه ما بيفتحش غير الكليات المتنقل اللي فيها أماكن لسه بس طبعاً أنت لما تكون مثلاً المرحلة الأولى مثلاً من 395 وانت جاي ب395 بالضبط فرشته أكبر طبعاً لا أنت جاي يعني المرحلة الأولى آخرها 395 يعني أنت آخر واحد في المرحلة لما تبقى آخر شريحة في المرحلة بتبقى فرصك أنك أنت تلتحق بالكليات العالية فيها صعبة أنا أقصد أنه في المرحلة الثانية هتبقى فرصه أقل في المرحلة الأولى فرصه أكبر حتى لو آخر حد فيها أو الحد الأدنى بس هو ستيل لسه في المرحلة الأولى بالضبط بس أنا بتكلم هي طبعاً المشكلة دي بتظهر أكتر مع طلاب المرحلة الثانية والثالثة لأن أعدادهم كبير جداً وخلاص الكليات خدت طلاب أورادي ففيه طلاب منهم بيصروا يكتبوا كليات لا تتناسب مع مجموعهم فبيحصل لهم حاجة ستنفذ رغبات يعني يقول لك 75 رغبة لا تتناسب مع مجموعة الطلاب الأعلى منك شغلوا الأماكن طب إيه الحل دلوقتي مش هيبقى قدامك أنك أنت غير الفرص المتاحة بس في المرحلة اللي بعدها فهو كده ضيع على نفسه ضيع على نفسه فرصة أنه يبقى عنده خيارات صحيح